الآن الأخ بطر البلوشي يسأل عن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة نعم المقصود هو ما دل عليه هذا اللفظ نعم فتسحروا أي أن يأخذوا وجبة السحور نعم و وجبة السحور السحور هو الأكل نفسه و فعل الأكل يسمى السحور نعم و يكون ذلك وقت السحر فالسنة في تأخير السحور إلى وقت السحر أما البركة فإنها بركة مادية و معنوية أما المادية فلأن في ذلك تقوية للصائم على صيام و فيه إعانة له على أن يأتي على أن يتمكن من الإتيان بالصيام و بالعبادات في النهار دون عنة أو مشقة كما أن في ذلك أيضا ترغيبا في الصيام لأنه إذا تمكن من الصيام دون مشقة فإن ذلك يحبب الصيام إليه فيرغبه فيه فيقبل عليه و أما الجانب المعنوي الإيماني فإنه يتعلق بذات الوقت نفسه فإن هذا الوقت وقت مبارك يستجاب فيه الدعاء و حينما يخلو المرء إلى ربه تبارك و تعالى داعيا ذاكرا متضرعا فإذا استيقظ لسحوره فإنه لا ينبغي له أن يخلي نفسه من ذكر الله عز وجل و من الصلاة و من تلاوة القرآن و من الإتيان بشيء من الأذكاء ذلك الوقت نفسه وقت كما تقدم وقت له منزلة و قدر عند الله تبارك و تعالى في توجه إليه بالدعاء في قراءة القرآن إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم بالسحور بالتسحر و لذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه و سلم على أمته ما حافظت على هذه السنة إذن كل هذه المعاني مكتنزة في هذا الحديث النبوي الشريف و الله تعالى على أمه